السلام عليكم ومرحبا بكم وياكم الدكتور عمر القيسي وان شاء الله اليوم رح نبدأ بالمحاضرة اليوم موضوعنا شوية يعني دسم طبام جبتلكم موضوع مهم ويعني بعض الطلاب يستصعبوه اللي هو الفرق بين الأبر واللور موتور نيورن ليجين هذا طبعا موضوع مهم جدا بالنسبة لطلاب الطب بشكل عام وفي شوية نوعا ما بعض الصعوبات يعني من ناحية أسبابه من ناحية الطريقة الي يظهر بي المرض يعني حبيت انه تكون هاي المحاضرة حول هذا الموضوع لا 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 يا باسل لا سباينول ثلامك تراكت وهذه هالي تبع سنسري نحنا اليوم كورتيكو سباينول تراكت اللي هو تبع الموتور فهذه ما رح اشرحها اليوم اليوم فقط رح اشرح انا موتور وجزء معين من الموتور مش كل شي بالموتور تمام فبس يعني حتى يعني معلومات تفيدنا وايضا يعني نكون خاليها في ذخيرتنا من المعلومات فطبعا راح ابدأ اول شي مثل ماذا تشوفون مخطط قدامكم رسمته مسبقا ابدأ اشرح الموضوع من ناحية يعني نغطيك كافيسيولوجيا بالبداية ونيورواناتومي يعني طبعا طريقة سهلة يعني مراحة تعمق جدا بالموضوع بس مفيد من عندها وراها نروح شغلات كلينيكا متقدمة حتى تستفادوا منها فان شاء الله المحاضرة تستمتعون بها ومراحة تكون محاضرة ان شاء الله طويلة يعني بحدود بين 30 الى 40 دقيقة ماكسموم فالله نبدأ بالمحاضرة الكل جاهز الكل محضر قهوة اللي ما محضر قهوة يخلي احد يجيب القهوة اللي ما مراح يقدر يقوم ونبدأ بالمحاضرة فان مجهز القهوة طبعا الموضوع نيورو لازم قهوة اياها اذا بدون قهوة فهذه مشكلة كبيرة فلازم تجيبون قهوة واللي عنده شاي هم مو مشكلة عازي طبعا احنا هم حبينا نسليكم يعني بهاي الفترة الصعبة اللي تمرون بيها وهم نفيتكم كمعلومات طبية ظرف صعب الكل ديعاني فتمنى لكم كل الخير طيب يلا نكمل كلام بعدين خلي نبدأ بالمحاضرة خلي نشوف الطلاب حظرة وتمام طيب يلا نبدأ بالمحاضرة المحاضرة اليوم تجور حول الأبر واللور موتور نيورن ليجين اللي جاء متأخرين يعني لما يصير عندك قطع في الأعصاب سواء في الأعصاب السفلة أو الأعصاب العليا مثل ما نقول هس راح نفتهم شنو التغييرات اللي تصير وغيره وهذا قلنا موضوع مهم في الأعصاب خاصة لطلاب الطب طيب لازم نتعرف على الباثوي طبعا الباثوي للحركة أو لحركة العضلات عدة مسارات هذه المسارات أنا كلها ما راح أقدر أغطيها راح أغطي المهم من عدها تمام المهم من عدها راح أقدر أغطي فالباثوي المهم اللي راح أغطي واللي راح يكون شرحنا عليه هو باثوي اسمه كورتيكو سباينل ترك حتى تفهمون في الفكرة في الأعصاب شون دا تسمى هذه المسارات خلنينطي مثال بسيط دايما طبعا نقول للطلاب هذا السقف طبعا سقف الدار هذا السقف هذا السقف وهذه الأرض أرض نحط لون أسود حتى تبين أكثر واضحة لما أقول لك مسار من السقف إلى الأرض راح يصير اسمه جاوبوني بالتعليقات من السقف إلى الأرض راح تقدرون تمجولي هذا المسار راح يصير هذا اسم المسار آه عبد العزيز عفية سقف أرضي حلو فهذا مسار نازل من السقف إلى الأرض فاسمه سقف أرضي تمام سقف أرضي طيب إذا كان المسار الآن إذا كان المسار إذا أحد عنده سؤال مباشرة يقدر يسألني يعني شوية مار ريز هاند صعبة صراحة أجعله واحد واحد فإذا أحد عنده سؤال يقدر مباشرة يسأل تمام طيب إذا كان العكس الآن من الأرض إلى السقف فش راح يصير اسمه يلا أكسوها إذا كان من الأرض أرض سقف عفية عليك نفس الشغلة بالنسبة للمسارات العصبية لما أقول لك كورتيكو سباينل تركت يعني منين بادي من طبقة القشرة في الدماغ الكورتيكس ورايح إلى السباينل كورت ولازم نعرف أن المسارات الحركية هي مسارات نازلة يعني الأوامر الحركية تجي من الدماغ وتروح للعضلات فمسار نازل مو مسار صاعد تمام مسار نازل فراح نبدأ تسميته بالبداية اللي هي خلي نمسح طبعا هذي هنا هذي سقف أرضي وهذه الأمور هذي كانت فقط للتوضيح تمام طيب فراح يكون كالتالي هذا المسار انتبهوا علي خلي نشوف اللون الأسود خلي نختار لون ثاني تمام فهذا المسار راح يصير اسمه كورتيكو سباينل كورتيكو سباينل تراكت أو باثول نفس الفكر يعني المسار اللي جاي من الكورتيكس من قشرة الدماغ إلى النخاع الشوكي أو السباينل كورت تمام وبعدين راح يروح إلى العضلات فانتبهوا فبدايتها راح تكون فبدايتها راح تكون من الموتور موتور كورتيكس من القشرة الحركية في الدماغ قاعدة قالها بالمقندي اللي هي شنو الحركة إلى الأمام والإحساس إلى الخلف هذي قاعدة لازم تعرفوها دائما المسارات الحركة تكون إلى الأمام أكيد إن شاء الله أكيد مئة بالمئة فأنتو إستركزوا وياها يجري ديكتب قدر يكتب ولي ما يجري ديكتب يركز وياها عادي ماكو مشكلة تلخيص إن شاء الله أبعث لكم إياها فلا تشيرون هم بالتلخيص يعني هذا اللي هكتبه سيكون موجود على كل حال فنرجع نقول بالمقندي قال شنو؟ قال الحركة إلى الأمام والإحساس إلى الخلف فلما أقول لك هذا هنا طبعاً ليش هذا الكلام أقوله؟ يعني لما أقول لك بالسباينال كورد الموتور نيورن راح تكون بالأنتيريار هورن لو بالبوستيريار هورن يعني بالقرن الأمامي ولا الخلفي للنخاع الشوكي راح تقولي للأمام الأنتيريار هورن لما أقول لك بالنسبة للدماغ كمثال خلي نرسم هنا أيضاً حتى تفهمون في الدماغ هنا يعني هذا رسم جانبي طبعاً للدماغ تمام لو نفرض هنا رسم جانبي عدنا هنا كمثال خدود وسطي ينسمي سنترال جايروس فلو سألتكم الآن مناطق الحركة راح تكون بوست سنترال جايروس لو بري سنترال جايروس بوست سنترال جايروس واسترال جايروس مية بالمية بري سنترال جايروس هنا راح تكون المناطق الحركة مية بالمية بوست سنترال راح يكون لإحساس وهذا يقلنا لكم القاعدة الحركة إلى الامام والإحساس إلى الخلف فهذا تطبق فهذا كلام يعني أغلبكم يجوز عنده فكرة على الموضوع موجديدة علي مية بالمية فهذا بس حتى للتذكير فهذا طبعاً راح أمسحها كونه حتى ننطي مكان للشرح اللي راح أشرحا تمام فهذا كلام كله فهمناه فالمهم فمن الموتور كورتكس راح يظهرن الأعصاب الحركية هاي الأعصاب الحركية انتبهوا عليه راح تظهر من الموتور كورتكس تمام راح تفوت داخل تركيب هذا التركيب اسمه الانتيرنال كابسول الانتيرنال كابسول هذا ليش يعني اذكراني مو حتى صعب على الطلاب لكن مرات يصير عندك انفاركشن يصير عندك موت بالانتيرنال كابسول فتتدمر هاي المسارات الحركية ومثلا اي ضربة صارت او ترومة اثرت على انتيرنال كابسول راح تدمر عندك هذي المسارات الحركية فالمريض راح يصاب بيشلل تمام فهاي المنطقة نحفظها اسمها انتيرنال يعني الكابسولة الداخلية انتيرنال تمام كابسول انتيرنال كابسول طيب هس هذا المسار بدأ من الكورتكس قلنا من اسمه كورتيكوم من القشرة الدماء راح دخل بالانتيرنال كابسول الان طبعا راح يدخل في منطقة اسمها ميت براين تمام بالميت براين هذه هنا ميت براين راح يفوت ويجي طبعا الى منطقة الى الامام من الميت براين اسمها بيديكل وسادة الدماغ بيديكل اسمها السيريبرال سيريبرال بيديكل بيديكل يعني وسادة نحن نسميها باللهجة العراقية مخده تمام بيديكل فهذه هنانا السيريبرال بيديكل وصلنا على المخده وسادة الدماء تمام بعدين راح ندخل الى البونس ندخل الى البونس تمام المنطقة الثانية بعد الميت براين البونس تمام طبعا هنا يصير اسمها المينسكاس على كلنا وراها نجي على المديولة أبلانغاتا انتبهوا هسا المسألة هنا مهمة جدا هذا يتسمى نخاع المستطيل مديولة أبلانغاتا مديولة أبلانغاتا مديولة أبلانغاتا مديولة أبلانغاتا تمام وماكو داعي يكملها كامل خطط مديولة وانتهى وانتصور تمام فهذا البونس مديولة وهذه المديولة اهنا نقطة مهمة لازم تعرفوها اش راح يصير بهذا الباثوي بالمديولة او هذا الخط اذا تلاحظون هسا لنفرض هذه الجهة طبعا هذا يعني فرض لنفرض هنا عندك هذه جهة اليمين وهذه جهة الليفت كسا واحد يقول لي هذه الليفت هذيرات هسا انا نطيقكم فرضية تمام لنفرض هذه جهة اليمين وهذه جهة اليسار اذا تلاحظون الخطلي حد الآن الاعصاب خرجت من جهة اليمين بالدماغ من الكورتكس بجهة اليمين وين راحت استمرت بنفس جهة اليمين دخلت بالانتيان الكابسول بجهة اليمين دخلت بالميدو براين بجهة اليمين دخلت بالبونس بجهة اليمين تلاحظون كله بنفس الجهة هاي الحالة نسميها بالأعصاب ابسيلاترا يعني بنفس الجهة فهنان تمشي بابسيلاترا اللي تمشي بنفس الاتجاه بنفس الجهة يعني الجهة اليمنى هنانا يمنى الخطماشي بنفس الاتجاه هذا ليش مهم لأنه هسا راح نشوف هاي المنطقة بالمديو اسمها هذا المنطقة اسمها الهرامات 90% من عنده من هذا الباثوي الكورتيكو سباينال شراح يصير به راح يحول على الجهة المقابلة يعني رحنا من اليمين الى اليسار كمثال او من اليسار الى اليمين راح يحول يمشي بهذا الشكل تتلاحظون فبالما يأتي الى أبلنغاتي منطقة البيرامت صار عدنا عملية اسمها ديكو سيشن اللي هي نسميها عملية العبور العبور او اتجاه مختلف انه عبر من اتجاه الى اتجاه ثاني فاسه العصب بعد المتيولة الان بدأ يمشي بعكس الاتجاه اللي خرج منه فهذه تسمى هاي الحالة انه لما يتجه بعكس العصر يتجه بعكس اتجاهه تسمى كونترالاترال يعني اذا قل لك سؤال جاك في امتحان او سألك طبيب قل لك وين تصير عملية العبور تقول له بالمديولة بمنطقة يقول لك العصب بعد المديولة راح يمشي تقول لك قطع فمعناته راح تعرف هذا اللي راح يصير الخلل بالجهة النفسة او بالجهة المقابلة فلازم تعرف انت هذا المسار يبدأ من الكورتكس يفوت بالانتيرنال كابسول يمشي ظل يمشي بنفس اتجاهها يفوت بالسريبرر باديكل يجي على البيريمتز عند البيريمتز يبدأ يتحول وغير اتجاهها فهنانه هو طول ما هو ماشي راح اكتب لكم بيها بالعربي حتى لا تنسوا يعني خوائي لما اكتبها بالانجليزي او باللاتيني الطلاب يعني بنوني خربة طول راح اكتبها بالعربي حتى لا تنسوا نفس الاتجاه نفس نفس الاتجاه هذا وين قبل ما يصير عني هنا عكس الاتجاه عكس الاتجاه فهسا نفهم المسألة هادي طيب هسا هنانه راح يمشي هذا قلنا تسعين بالمية راح يبقى طيب هنان رسمتلكم هنا طبعا ال سباينال كورد يعني هنا مقطع عرضي من سباينال كورد مقطع عرضي من الحبل الشوكي هذا المسار اللي قلنا تسعين بالمية من المسار الاصلي راح يمشي لاترا تمام يمشي لاترا يمشي لاترا يمشي جانبي بال سباينال كورد واضح يكمل مساره جانبي هنا راح يظل يمشي طبعا هو عكس الاتجاه الاصلي لكنه راح يظل يمشي بنفس الجهة يعني هو كان من اليمين الان راح لليسار يظل يكمل باليسار طب ح校 يقول layout يكون لي يا دكتور اانتث اد terminals قلتTلmals تسعين بالمية العشرة بالمية هذي راح تظلها ماشية بنفس الاتجاه السلية مرح تغير هذه العشرة بالمية راح تظلها ماشية احنا لا تغير فأنت عندك 10% من هذا المسار باقية بنفس اتجاهها وتسعين بالمية من هذا المسار حولت اتجاهها هناك هواية نظريات ليش هذا الشيء دي يصير بس بكل الحالات أنت تعتمد على التسعين بالمية لأن هي أغلب الحركة تكون جاي منها فهذا التسعين بالمية اللي ظل يمشي بعكس الاتجاه اسمه لاترال تمام اسمه لاترال لاترال كورتيكو سفاينال تراكت طيب وهذه العشرة بالمية اللي ظلت تمشي طبعا هنانا التسمية هذه لاترال وغس هذه أنتيري مني انجدتي أنه هذا المسار راح يمشي بشكل جانبي بالنخاع الشوكي ولذلك اسمه لاترال يعني جانبي أما هذا راح يمشي إلى الأمام من السباينال كورد فسميه بأنتيريير يعني أمامي أنتيريير تمام أنتيريير سباينو أو أسف كورتيكو سباينال تراكت ماكو داعي أكتبها كلها أتصور صارت واضحة طيب اللي راح يصير شنو بعد هذا كل ما صار الآن يعني صارت الحركة بعدش راح يصير وراها انتبهوا طبعا هنا نسمت المفروض هناك ونترسمها بالعكس على كل حال يعني نسمنا أننا نعكسناها للمسألة تمام فالمهم فهنانا عدنا أنتيريير هورن هذه المنطقة في الاسباينال كورد تسمى بالأنتيريير هورن الاسباينال كورد مثل ما موضح الكومية يحتوي على منطقة وسطية تحتوي على الخلايا الحركية والخلايا يعني أجسام الخلايا الحسية أو الحركية المنطقة البيضاء هذه داير مدايها عبارة عن مجرد مسارات صاعدة ونازلة تمام موضوع المحاضرة يا طيب عن تمكن داخل متأخر عن الابر واللور موتور نيورن ليجين طيب فالمهم نكمل الشرح فهذه المنطقة تسمى القرن الأمامي أنتيريير هورن وقلنا نحن حسب قاعدة بالمقينغي الحركة إلى الأمام والإحساس إلى الخلف فهنانا بالأنتيريير هورن عدنا الموتور سيلز أو الخلايا الحركية الموجودة داخل الاسباينال كورد وين بالأنتيريير هورن تمام بالأنتيريير هون فاللراح يصير شنو أن هذا اللاترال كورتيكو سباينال تركت تمام راح يجي ويرتبط ويا هذه الخلايا طبعا هنانا أنت الاسباينال كورد مقسم حسب المناطق يعني للذراع بعدين ينزل أكثر إلى القدم وبعدين حسب يعني المناطق الحركية تمام فأنا دع أرسم كنموذج لا أكثر ولا أقل لكن هو يظل طبقات ماشية يظل يمشي إلى أن يوصل للعضلة المستهدفة أو للخلية المسيطرة على العضلة المستهدفة بالنسبة لجزء القشرة المنتبط به وبس وهذا الأنتيريار انتبهوا علي الآن بمستوى هذه الخلية بمستوى الأنتيريار هورن بمستوى الخلايا الحركية اللي هو مستهدفها هنانا راح يصير بي عملية الديكوسيشن فانتبهوا الأنتيريار الانتيريار كورتيكو سباينال تركت ما يصير بي ديكوسيشن إلا داخل السباينال كورد عندما يصل للنقطة المستهدفة أما اللاترال فالديكوسيشن يصير بي وين بالمديولة وهذه نقطة لازم تعرفوها وقلنا هو اللاترال هو المسيطر وهو اللي ينطيك أقوى شيء ولذلك أنت دائما تسمع الجزء اليمين مسيطر على اليسار وجزء اليسار مسيطر على المين هذا ما يعتمد على كل النيورولوجي ترى لكن بالنسبة للموتور باثوي يكون بهذه الطريقة فأتصورها سأتعدكم الفكرة طيب آني هنا أنا سأسملكم هنا طبعا النموذج ما انتصار للجهة المقابلة تمام بس أتصور صات واضحة فهنا أنا راح شيصير راح هذا يطلع لك من عنده عصب يروح للعضلة المستهدفة وراح أرسم من هذه الجهة كوني أنا أصلا مهيئ الرسمة فراح يطلع لك هنا أنا أيضا العصب الموتور اللي رايح للعضلة المستهدفة انتبهوا هنا راح يصير شغلة معينة لازم نفهمها حتى نفهم أكثر الموتور باثوي الآن الموتور باثوي إذا تلاحظون صار عندك خليتين مسؤولة عنها الخلية الأساسية اللي جدت من الكورتكس تمام خلينا أنا نرسم لحظة الخلية الأساسية اللي جدتك من الكورتكس هذه نكتبهنا هنا رقم واحد والخلية الثانية اللي موجودة اللي طلعت من الاسباينال كور واضح صار عندك خليتين مسؤولة عن الحركة خلية تجي من الكورتكس من الدماغ من قشرة الدماغ والخلية الثانية اللي طلعت من الاسباينال كورت من النخاع الشوكي طيب سؤالي لكم وريدكم تجاوبوني لو ماتت قشرة الدماغ لو ماتت قشرة الدماغ الآن يلا استنتجوا لي لو ماتت قشرة الدماغ الآن هذه ماتت الخلائي احنا هل الحركة راح تكون معدومة ولا راح تكون موجودة بس انا ما قلت لكم حركات شنو بس قلت لك هل الحركة راح تكون معدومة ولا موجودة لو ماتت قشرة الدماغ اوه يا باسل يا ابن بعد اوه كلكم تقولون معدومة راح تبقى حركة طب اوه موجودة عفية صح يا منال تمام او منال موجودة عفية 100% صح صح عليكم موجودة ليش لانه هذي الخلايل بالاسباينال كورد هذي الخلايل بالاسباينال كورد تمام موجودة لا تزال موجودة لكن ليست اراديا انتبهوا قشرة الدماغ تنطيك ارادية الحركة هذي هنا الحركات ليست ارادية فقط تبقى لك في حالة انه ماتت القشرة الدماغ فقط تبقى لك حركات انعكاسية ريفليكس تبقى لك فقط حركات انعكاسية ريفليكس شنو هذي الحركات الانعكاسية اللي دا اقصدها لنفرض هنا كمثال طبعا هي تعتمد على التندون ريفليكس اللي موجود داخل العرض لكن انا انطيت جلد كمثال اسهل ينفهم لاغلب الطلاب خلي ما اخذ لون ثاني مثلا هذا الازرق لنفرض هنا عندنا من الجلد جاي عصب حسي هذا العصب الحسي راح يروح ايضا بالسباينال كورد راح يدخل داخل السباينال كورد وهنا عندنا انترانيورن راح يوصله الى الى داخل طبعا هنا هي هذه خليتكم بهذا الشكل تمام مصار خطأ مشكلة مسمها مبتلا يزعلون علينا الطلاب اللي حبون فيسيولوجي واضح انترانيورن راح يوصله دا تلاحظون هنا صار مسار حركي هذا يسمى بريفليكس هذا ريفليكس ريفليكس يعني مسار انعكاسي هذا لا ارادي هذا الريفليكس هذا شنو القصد لنفرض الان انت الان انوخزت بابرة تمام هذي جدت ابرة ووخزتك لما تنوخز بهذه الابرة انت مباشرة راح تحرك ايدك دون ما تفكر منه المسؤول عن الحركة الدماغ او الاسباينال كورد منه المسؤول عن الحركة في هذه الحالة ها صح عافية بسين عافية الاسباينال كورد هو المسؤول عن الحركة هذي حركة انعكاسية بعدين انت راح تفكر بيها بعدين انت راح تفكر بيها وتصيدل على الحركة لكن لما صارت بالبداية كانت منه كان لا يا لا مش الدماغ الاسباينال كورد مباشرة انت الان انوخزت تسحبت يدك لما تنضرب العضل عندك تسحبها نفس الفكرة هذا الاسباينال كورد بيه حركة عكاسية ريفلكس تيصير طبعا انه ما على الرفلكس كثيرا انا ما راح ادخل السبيتة فاصيلها بس حتى نفهم جزء من عدها وهذا لانه مفيد انه بالشرح بالنسبة للمحاضرة اليوم تمام فهذا بالنسبة للرفلكس طيب انتبهوا عليها السلام فهذا مهم لازم فاذا ماتت الكورتكس بالدماغ الرفلكس هذا راح يظل موجود تمام الرفلكس هذا راح يظل موجود الرفلكس هذا راح يظل موجود ليش راح يظل موجود لانه ما ماتت الخلايا العضلية المسؤولة عن حركة العضلات من الاسباينال كورد ماتت فقط الخلايا الإرادية من الدماغ فراح الحركات الإرادية يضيع عندك لو ماتت قشرة الدماغ أو هذا المسار لكن ما يضيع عندك الحركات الإنعكاسية اللي هي لا إرادية مباشرة صار حدث صارت عكسي طيب لعد شنو أيضا وظيفة هذا الموتور باثوي دتلاحظون هذا الريفليكس سؤالي لكم وجاوبوني الآن لو الآن قشرة الدماغ ماتت وبقعدنا الريفليكس يشتغل بشكل أوتوماتيكي الحالة هذا المسار العكاسي تتصورون راح يكون أقوى ولا أضعف جاوبوني بالله بالتعليقات هذا المسار العكاسي الآن راح يكون أقوى ولا أضعف لما تموت قشرة الدماغ البقية شو تقولون الكل جاء أقوى أقوى وليس أضعف أنا وقعتم بالفخ تمام أقوى وليس أضعف ليش هذا المسار العكاسي الآن هذا المسار العكاسي هو عبارة عن دائرة مغلقة إذا تلاهظون دائرة مغلقة حدث ردت فعل حدث ردت فعل حدث ردت فعل فاللي نظم لك هذه المسألة الآن أنت لو وخزتك إبرة أو انضربت على إيدك مثلا أو يعني انضربت على مثلا التندون تبع العضلة الرابط تبع العضلة راح ترفع أنت ذراعك أو راح ترفع قدمك لكن مباشرة اللي شو راح تسوي الدماغ راح يدخل على الخط ويوقف الحركة يعني بس راح تصير الحركة المطلوبة وتتوقف وراها ليش لأنه هنا الدماغ راح يرجع يسيطر على الموضوع راح تبدأ حركة إرادية مباشرة تصير وتنظم الحركة فالريفلكس عمره ما راح يكون أزيد من الطبيعي إذا كانت القشرة شغالة ليش لأن مباشرة الدماغ راح يدخل على الخط وراح يوقف الحركة لما يشوفها صاد أكثر من الحد فالريفلكس راح يكون بغط في المطلوب تمام واضح هاي الفكرة لكن إذا غاب الدماغ صار عبارة عن حركة لا إرادية بحتة العضل راح تشتغل بالكامل بدون سيطرة أو أي سيطرة من الدماغ وبالتالي راح تصير الريفلكس أقوى يعني أكثر تأثيرا وظاهر أكثر للعيان من لو كانت الحالة الطبيعية وهذه مهمة نعرفها لأن هذه طريقة ميز بيها لما يصير عندك قطع وين بالضبط هذا القطع هل هو بالمستوى الثاني اللي هو يسمى lower motor neuron ولا بالمستوى الأول اللي يسمى upper motor neuron هذي هي الفكرة بين lower و upper motor neuron وهو هذي المحاضرة حتى نقدر نفرق بيناتها تمام فهي هذي الفكرة بالموضوع لازم نفهمها طيب خلي هنانا نجي بس نكتب هنا أيضا فهنان راح نكتب هذي تسمى ب upper تمام هذي upper motor neuron وهذي تسمى below هذي هنانا خلي نكتب هذي هنانا خلي نكتب اللون الأحمر هذا تسمى below motor neuron يعني أسفل تمام فواضحة هذي الفكرة فهذي خلوها ببالكم فهذا بعد ما فهمنا هذي القصة راح اسألكم أسئلة بسيطة وانتوا جاوبوني آه مهسرا هسرا راح نجع علي هش راح يصير هسا عدنا هنا نجدوى الكامير راح نملي لاتستعجل على رزقك وانتوا جاوبوني لو صار القطع لو صار القطع لو صار القطع لو انضربت انت الآن بالميد برين أو بالبونس وصار عندك قطع انت انضربت بجهة اليمين تبه علي انت انضربت بجهة اليمين وين راح تلقى الخلل بالحركة او الشلل يا الله جاوبوني لما انت تنضرب بالبونس او ميدو برين او بالكورتكس بجهة اليمين وين راح تلقى الخلل لا موش او نبوث باليسار عفية باليسار 100% بالليفت طيب واضح الفكرة لو انضربت فوق المديولة لو انضربت فوق المديولة راح يكون التأثير عكس اتجاه الضربة لو شخص انضرب فوق المديولة بالميدبرين او بالبونس او بالكورتكس تمام هذا المسار كله التأثير راح يظهر لك بالاتجاه المقابل ليش لانه بالمديولة تصير عملية العبور طيب لو الان فرح يكون هنا عكس اتجاه الضربة التأثير يعني انضربت باليمين راح يظهر الاثر باليسار انضربت باليسار راح يظهر الاثر باليمين طيب لو صار التالي لو انت انضربت خلي نرسم بلون ثاني لو انت انضربت الآن تمام بالمديولة مثلا او بالسباين الكورد وين راح يظهر التأثير ها هسا وين راح يظهر التأثير عفيا عبدالعزيز بنفس اتجاه الضربة انت انضربت باليسار التأثير وين راح يظهر بال يسار شوف الباثوي انت انضربت باليسار راح تكمل باليسار انت انضربت باليمين راح تكمل باليمين انا ما دا اقول لك المسار وين دا يروح اتجاه لا دا اقول لك انت انضربت باليسار وين راح تلقى المشكلة فبعد المديولة او في المديولة راح تلقى بنفس اتجاه الضربة اما فوق المديولة راح تلقى بالاتجاه المعاكس للضربة وهاي معلومة مهمة لازم تعرفوها وتنسئلون عليها فواضحة هذه الفكرة فيعني هذه الفكرة لازم تعرفوها طيب لو انت انضربت طبعا هذا تسمى بالسباينر روتس أو جذور النخاع الشوكي عندنا انتيريور سباينر ما هو بالهرم يعني هو بالمديولة فيعني بنفس اتجاه الضربة يعتبر يعني ما نحن نجيها إلا بالنص صارت واضح يعني القصد لو هي بالمديولة فنفس اتجاه طيب ارجع للفكرة فالآن هذا تسمى بالسباينر روت جذور عندك انت بوستيريور روت وانتيريور روت تمام وسمو فينتر الروت فالانتيريور للحركة والبوستيريور للإحساس وقلنا هذي قاعد بالمقنجي الإحساس إلى الخلف والحركة إلى الأمام فلو انت انضرب عندك أيضا لو انت صارت عندك ضربة هنانا بالانتيريور هورن أو صار عندك ضربة بالروت هسا وين راح تصير المشكلة إذا انت انضربت باليمين وين راح تصير المشكلة باليسار ولا باليمين وين راح يصير الشل اللي يظهر عندك انت انضربت بجهة اليمين وين راح يصير عندك المشكلة لما انضربت بالروت يلا يا شباب عفيا 100% وإذا انضربت باليسار فيكون باليسار فأيضا بالسباينال كورد أو بالآسف لما تجي على انتيرير هورن أو الاسباينال نير نفس الفكرة فأنت انضربت هنا راح تصير المشكلة هنا وهكذا فواضح بنفس الاتجاه وهذه مهمة أيضا تعرفوها فالاختلاف وين راح يصير إذا أنت كنت فوق المدولة يصير بعكسل اتجاه وهذه لازم نعرفها فهذه هس أهم الأفكار اللي حبينا ننطيها من هذا النيرو صحيح الموضوع يعني ربما حاولت تبسطه وبينه وعنما من التعقيد لكن بس يعني حاولت تبسطه قدر المكان هم تفهموا فهذا بالنسبة إلى هذا المخطط لا تخلي نجي ونملي الجدول اللي موجود حتى يعني نكمل المحاضرة اليوم فنجي وانتوا راح تبلون وياي الجدول أريدكم تستنتجون نجي على هذا الجدول هنا طبعا أنا نقسم لكم أبر ولور موتر نيورن وطبعا هنا أنا أبر موتر نيورن ليجين مكتبتها ليجين يعني أبر موتر نيورن ليجين ولور موتر نيورن ليجين طيب تايب أوف باراليسيس يعني نوع الشلل ماذا يكون نوع الشلل في الأبر موتر نيورن ليجين هس هذا أنا ما شارحة خلا شوف أنت أفكاركم شنو نوع الشلل يكون في الأبر موتر نيورن ليجين هل أحد يعرف يعني طبعا قصدي ومية بالمية سنترل مش إنه نصفي أو جزئي مو هذا قصدي مو قصدي هس يا باصل صح هم حركة وكل شلل حركة بالنهاية لا قصدي نوع الشلل عدنا نوعين من الشلل ده أقصدهم عدنا شلل يسمى بالشلل السباستك اللي بيشد وشلل الفلاسد الرخو يعني شلل يصير تمسك العضلة هي كلها أو ما في شلل إرادية أو كله أنت بلا ما راح تقدر تتحرك إراديا يعني أنت بكل الحالات تفقد الإرادية الحركة بس نوع الشلل راح يكون سباستك يعني لما تجي تمسك العضلة تلقاها بيها نوع من الاسبازم ولا راح يكون فلاسد العضلة مرتخية ها هذا اللي أنا قصدي وكل الحالات ما راح تقدر إراديا تتحركها بس شتقولون بالأبر موتر نيور مش راح يكون فلاسد ولا سباستك ترسالة استنتجوها من الصورة مو صعبة لما يصير بالأبر خلص يعني هذه فقط ميتر رقم واحد رقم اثنين موجود مش راح يكون راح لا يزال هناك إعاز عصبي جاي العضلة ولا ما راح يكون أكو إعاز عصبي لما فقط الأبر متأثر ها يلا استنتجوها ها عفية أمار صح أمار تمام عفية أمار راح تكون مجدودة ليش لأنه لأنه في عاز لا يزال مستمر من رقم اثنين من اللور موتر نيورن فراح يصير راح تكون العضلة مجدودة بس ما تقدر تحرك وبس فهذا راح يكون سباستيك باراليس تمام فراكت فقط سباستيك طيب لو نجي ونقطع نقطع العصب رقم اثنين انتهى العصب اللي رايح على العضلة انقطع انتهى العصب الرايح على العضلة نفسه انقطع وراش راح يكون هل راح يكون لا يزال تكون يعاز عصبي ولا مرح يكون فيه يعاز عصبي طبعا في هذه الحالة مرح يظل اي يعاز عصبي فراح يكون العضلة راح تكون مرتخية بالكامل كأنه اصلا ما فهذا معناها انه عندك لور موتور نيورن ليجين وإذا كانت لا يزال فيها شد معنات العصب الجاي من سباينال كورت لا يزال مشتغل لكن العصب الجاي من الكورتكس وخط الكورتكس هو المتأثر فهذا يسمى بفلاسف فهذا نكتبه فراح نكتب أول شي يلا نكتب هنا هنا راح يكون سباستيك تمام خلي هنا ناخذ هذا القلم نكتب هنا سباستيك وهنا راح شي يكون فلاسف فلاسف تمام طيب يلا نرجع مرة ثانية على الصورة وأسألكم سؤال ثاني أتروفي شنو معنى أتروفي يلا جوابوني بالتعليقات ما هو معنى كلمة أتروفي ضمور عافية عليك يا عبد العزيز طيب في يا حالة راح يصير ضمور أبر ولا لو موتور نيورن ليجين في يا حالة راح يصير ضمور بالعضلة أبر طيب البقية ضمور مو قصدي يعني العضلة لأنه كأنه انتما متدرب وهذه تصير لنباح نسا كاعدين في البيت كأنه لا قصدي ضمور ضمور العضلة تبدأ كأنه تحسها انتهت تتآكل تصغر بالحجم بشكل واضح بالأبر ولا باللور لا ضمور هنا قصدي يكون واضح أتروفي العضلة تكون يعني كأنه انتهت مش أنه تصغر شوية بالحجم وين تلقاها طبعا هو ممكن يكون بالأبر واللور صح هو كلامكم مو غلط لكن وين يظهر أكثر بالأبر ولا باللور الأغلبية جاوبة وشنو اللور صح يا باسل الأغلبية صح شنو الفكرة هي نفس فكرة الاسباس تكتر ما بها أي فرض أنت حتى العضلة انتبهوا العضلة حتى المايو فيلمينس هذي تظل محتفظة بكمية البرواتين اللي تحتويها تمام هذه تظل ما أخذ الأكتينو والمايو السينو ما أخذ شكلها وتبدأ تزيد بالحجم تحتاج إعاز عصبي مستمر إلها بدون إعاز عصبي العضلة مباشرة لما هناك مثل يقول لك if you are not use it you will lose it تمام فإذا كنت ما تستخدم العضلات راح تخسرها نفس الفكرة فإذا أنت ما كو إعاز عصبي رايح على العضلة مباشرة راح تبدأ بالضمور بشكل تدريجي ليش لأنه خلص ما كو أنت إعاز عصبي العضلة لما أنت تحس أي إعاز عصبي جاعدية فرح تبدأ تتآكل داخليا طيب لعد ليش بالأبر ما يصير عندك المشكلة هذي أو ما يعتصير يا بس مش بهذه الدرجة لأنه أنت في الأبر راح عصب لكن العصب الثاني لا يزال ينطي إعاز للعضلة فرح يحافظ على كتلة عضلية ليست بنفس حجم الكتلة الأصلية لكن راح ظل موجودة ما راح يصير بيها الضمور بشكل حاد جدا مثل اللور وهذه لازم تميزوها أيضا فأتروفي يعني هو في الحال تين راح يصير بس وين راح يظهر أكثر عندنا تمام هنا راح اكتب سيفير أتروفي هنا راح اكتب مائل أو نو أتروفي سيفير اتروفي 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 مائل أو ولا اتوفي طيب تمام ياللا نجعل بعدها اتصور هاي سهلة بعد راح تصير الديب تندون الريفلكس في حالة الأبر موتور نيولن ليجين اش راح يصير به ها اشتركوا في القناة 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 فهذي دلالة على انو دي يصير بيها اتروفي ودلالة على اللاور موتر نيورن ليجين لتخربطوها هو الاسبازم تكون مجدودة على بعضها اما هذي مجرد شوية ها انقباضات لا ارادية مع اتروفي واضح فاتصور واضح تكون الفكرة فراح تكون present يعني موجودة اكتب بلس او اعقرزن خليك في حالة اللاور موتر وهنانا نو او ابسنت اكتب تمام ابسنت في حالة الابر موتر نيورن ليجين باثولوجيكال رفلكس شنو هذي باثولوجيكال رفلكس هذي انت عندك بعض الرفلكسات المفروض تصير بشكل معين الطبيعي اذا ظهرت لك بشكل اخر معناها انت عندك خلل في قشرة الدماء احد هذي الرفلكسات اسمه بابنسكي رفلكس وهذا مهم جدا يعني اشقد ما تقول عليه مهم هذا مهم البابنسكي رفلكس ويستخدموا لدلالة على ابر موتر نيورن ليجين تمام فهذا انت واحد من الرفلكسات اسمه بابنسكي رفلكس هذا خلي اجيبلكم هنا جايبلكم صورته رح اخلي مباشرة تمام هذا اهنانا نخلي هذا البابنسكي رفلكس ونكبر لكم ونفهمكم اياه حتى تمام انتبه انت الان راحت القدم لما تجي تضغط من وين تتعيد يا طيب معفذا انت هسا دخلت المحاضرة فاحنا هوايا ماشين طيب بابنسكي رفلكس بعد هسا بادي ما سويت شيء تمام هسا لا يأزال ببدايته فالبابنسكي رفلكس الان راحت القدم انت الان لو تجي تضغط عليها بمصطرة بقلم بايشي راح اصابع القدم تتكوم الى الامام على راحة القدم نفسها تمام واضح راح تتكوم بهذا الشكل هذا طبعا نيجاتف وانت طبيعي شخص عبر السنتين يكون طبيعي عنده الرفلكس نيجاتف يعني ما عندك بابنسكي رفلكس تفقده تمام تفقده نيجاتف هذا طبيعي طيب اذا انت جيت على شخص وجيت على راحة القدم ومررت مصطرة ومررت قلب او اي شي وشفت الاصابع صارت بهذا الشكل بدت تنحني الى الخلف مو الى الامام فهذا يسمى ببوزيتيف بابنسكي رفلكس او بابنسكي تيست هذا دلالة على الابر موتور نيورن ليجين وهذا باثولوجيكال انتبهوا عليه هذا ما تلقى طبيعي اكثر من سنتين يكون غير موجود اقل من سنتين بسبب انه الاطفال اقل من سنتين لا يزال الابر موتور نيورن عندهم منامي بشكل كلي فيكون موجود اما اذا طفلة عدة سنتين وهذا موجود يعني عنده خلل في الجهاز العصبي فهذا يسمى ببابنسكي رفلكس مهم جدا وهذا دلالة على ابر موتور نيورن ليجين اكو ايضا علامة ثانية هنا نخللكم اياها تماما نخليها في جهة الابر اسمها الهوفمانس ساين علامة هوفمان شنو هذي علامة هوفمان لما تجيب انت الميدل فنقر هذا ويعني تسحب الاصبع الى الاسفل مقدمة التب الى راح تسحب انت هنانا تندون خاص بعضلات الفلكسرز يعني تسحب انت رابط خاص بعضلات الفلكسرز اذا واحد عنده مشكلة بالأبر موتور نيورن ليجين عنده خلل بالخط اللي شرحناه للأبر تمام الكورتكس وهذا الخط وش راح يصير راح تبدأ تلقي الثم والاندكس هذول الاصبعين صاروا تقاربوا صار بيهم تويتش واضح صار بيهم ريفليكس واضح هذا في الحالة الطبيعية غير موجود اذا شفت صار هذا الرفليكس معناته الشخص عنده مشكلة بالجهاز العصبي المركزي وعنده أبر موتور نيورن ليجين فهذه الهوفمان ساين والبابنسكي ساين مهمة جدا فهذه الساينات دلالة أيضا على الأبر موتور نيورن ليجين هذي مموجودة تكون يعني تكون نيكاتف في حالة اللور وتكون بوزيتف في حالة الأبر فهذه نتذكرها تمام فهذه نتذكرها أبر موتور ولور موتور نيورن هذه الفروقات بيناتها طيب بقت عندنا شغلة وحدة ونخلص بيها المحاضرة اليوم اللي هي الأسباب أنا راح أقل لكم الأسباب وأنتوا قلولي وين أكتبها يلا خلي حتى شوية ها تكون يعني بيناتنا مثل اللعبة بسيطة تمام حتى شوية نطلعكم من مودل الصعوبة طيب راح أقل لكم السبب وأنتوا قلولي وين أخليه أبر ولا لاور ستروك الجلطات يلا أبر ولا لاور ها البقية يلا البقية عافية عليكم صح صح يلا تمام تمام ستروك صح ستروك هادي أبر نتلاحظون هادي كيف راح تفيدكم أيضا شي سموها حتى في معرفة الأمراض ستروك طيب سباينال روت تروما يلا أبر ولا لاور سباينال روت تروما في جذر الاسباينال كور اللي خارج عافية عليكم مية بالمية هادي سباينال سباينال روت تروما طيب سباينال مالتبل سكريروسيز التصلب المتعدد هادي لازم انت عندك معلومة على الموضوع صراحة مالتبل سكريروسيز لا اشتركوا في القناة 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 يكون بالاثنين ساعات الحفظ عيلةieron عيلة ضاعات الحفظ ... أنت وveis لن انت nó موسيقى 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 اهلان لني نفلث صار القطع انتبهو صار القطع هنا بلاسبايا الكون فانتبهوا علي كل شي بعد القطع كل شي بعد القطع كل شي بعد القطع كل اشي او كل شي بعد القطع والله هذي ما بقى يعني ما ان شاء الله دقائق ونخلص بس اخلص هذا الموضوع انتهينا فكل شي بعد القطع راح يكون ابر لتلاحظون كل شي بعد القطع راح يكون ابر وكل شي قبل القطع ش راح يكون راح يكون لور شلون اهنان بنفس مستوى هذا القطع خارج عندك عصب رايح على عضلة ففي مستوى القطع راح يكون شنو ابر اه آسف ايش ابر لور في مستوى القطع راح ينقطع العصب مباشرة رايح على العضلة فيكون لور وبالنسبة لكل شي بعد القطع ش راح يكون راح يكون ابر واضح مفهوم الفكرة لو احد تبسط عليه مفهمها واضح الفكرة واضح ليش لانه انت لما هنا تقطع بهذا المستوى عندك عصب مباشرة خارج العضلة فانقطع مباشرة فصار لور موتر نيورن والعصب هو مكمل ماشي رايح على العضلات ثانية فكل شي تحته العصب الاساسي انقطع صار ابر فبعد القطع ترانزاكشن يكون ابر وفي مستوى القطع يكون لور موتر نيورن ليجين فواضح هاي الفكرة ويعني شوية هذي الفكرة بيها يعني يعني شوية بيها فكرة اصعب تمام طيب فهذا ايضا هنا نكتب ما راح اكتب يعني فما راح اكتب هنا يعني وضحت الاسباينا لا راح اكتبها كوني وضحتها يعني بعد فهمتوها طيب بقعدنا ايضا ما راض هنا راح اكتبه مباشرة ايضا تكون في حالة الابر وهنا نعدنا بقى مرض واحد اسمه قليان بيراي سندروم قليان بيراي او بيراي سندروم تمام سندروم طيب سؤال لكم قبل ما ننهي بقى سؤال واحد البوتوليزم سامعين بالبوتوليزم صح ها البوتوليزم سامعين بي طيب سؤالي لكم البوتوليزم يعتبر ابر موتور نيورن ولا لور موتور نيورن يالله شو هذا ذكي جاوبني علي البوتوليزم اذا انت متعرف البوتوليزم شون راح يشتغل واحد تيه ها البوتوليزم يعتبر ابر موتور نيورن باراليزز ايسز او لور انا عارف انه يسوي لا 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 فاطمة عافية مية بالمية و 3899 صح لا لا بوتوليزم السم البوتوليزم اللي هو تفرزه كلاستريديون بوتوليزم بكتيريا هذا السم عصبي يوقف الاستايل كولير روسبترز على العضلات وبالتالي يشتغل مباشرة على العصب الرايح على العضلات ما يشتغل بشكل عصبي على الدماغ فاشراح يكون راح يكون لور عفية مية بالمية راح يكون لور فالبوتوليزم اهنا راح اكتبه طبعا هذي حالة ريفرسبل مش مثل البقية يعني يعني تقدر تحاجم بوتوليزم بس الفكرة بوتوليزم تمام لور فواضحة فهذا بالنسبة طبعا هذي ليست كل اسبابها لكن الاسباب اللي حبيت اختصر لكم وتفهمون الفكرة من عدها مو اكثر فهذا بالنسبة